اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المجيدة زي ما بتعرفوا طبعا حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واجب ديني وتاريخي وسنتعون معكم للتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها المصلين والاعتداءات على المقدسات والممتلكات الإسلامية والمسيحية بما في ذلك في مسجد الأقصى وباب الخليل وجبل الزيتون ومواقع أخرى دوركم مهم جدا باعتقادي وأنا كثير كثير فخوري أنه باستمرار عندنا المجال أنه نلتقي مع بعض لكن أعتقد أنه كمان صوتكم أمام الجميع بالعالم مهم جدا فأعتقد أمامنا مسؤولية أنه نحن نشتغل مع بعض حتى نوصل رسالتكم للعالم بشفافية وبقوة فأكل عام وأنتم بخير وأنا كثير فخور باستمرار أنه عندي المجال أنه أقعد مام شكرا 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 إلى الوصولة والبعضة والممتع للتعاوني وإنه تأتي الجميع الذي يمكنك تحاول البعض لأنهم نكون لفتحاولا بكيد جدًا وكلك ثم وكيفية مشكلة في تحاولي الموضوع الأقلية في تحاولة البرمجزة من المؤسسة والعسلامية والعجمعين والعجمع على تحاول المحبية المحبية في المسؤول الى الحلقة والحرابة المحبية في المجمعين في الوضع المحبية المحبية كمية الصورة والسل�만ية في الولايات الجيجية نريد أن نمنعكم بكرة في مجموعة تعليقين في شبك في أعمالك كمية الحق المحلية في الولايات الجيجية من هنا نضمتنا بشكل موضوع موضوعا طلب الموضوع الحقيقة والع Pers�ل وقال مقاعدة για التفاعل ونا استطعنا لتعمل للموضوع ونصلحيه بأنه حسنًا المرزة 自由, свободy for people and holy places in Jerusalem. Your Majesty, Jordan enjoys the respect of the Arab countries and the international community thanks to the wisdom of Your Majesty and is taking steady steps despite all the challenges to maintain security, create opportunities for youth and launch political and social and economic initiatives. Your recent visit to the Holy See in the Vatican and your meeting with His Holiness Pope Francis gained special importance for all of us as the distinctive bilateral relationship and the importance of promoting religious dialogue and spreading human values were emphasized. قبل أسبوع جمع الملك عبد الله الثاني بن حسين المئات من ممثيل عالم مسيحي يذكرهم برسالة سيدنا عيسى عليه السلام ولقائه بسيدنا يحيى عليه السلام في موقع المغطس شرق نهر الأردن وانبهر العالم بأسره من رسالة ملك هاشمي من عطرة النبوة وحمايته لمقدسات المسيحيين شرق النهر وغربه وقبل يومين يفاجئ صاحب الجلالة الهاشمية العالم بتوشيحه السامي لوقفية المصطفى صلى الله عليه وسلم لختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك ليبين المجتمع الدولي والعالم أن المسجد الأقصى هو قلب وقبلة المسلمين الأولى ويعلن وقفية قرآنية تضاف إلى مآثر ملوك الهاشميين في خدمة القرآن الكريم والمسجد الأقصى المبارك ودعم المقدسيين وكأني بكم يا صاحب الجلالة توجهون دعوة لكل الأمة للالتفاف حول مائدة القرآن الكريم وحول مصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحول القدس ومقدساتها ترجمة نانسي قنقر